السلام عليكم انتهينا من جميع الأساسيات في شابتر الأولى والثانية ووصلنا إلى الشابتر الثالث وسنتكلم فيه عن تصوير الطرف العلوي كاملا The upper limb والذي سيشمل تصوير الهند الميتا كاربولز والفينجرز فيلانجيس والثامب والريست والفورارم والألبو والهيومرز نعيد مرة أخرى الهند وهي اليد الميتا كاربولز وهي أمشاط اليد الفينجرز الأصابع فيلانجيس وهي أجزاء الأصابع السلاميات الثامب وهي الإبهام الريست وهي المعصم الفورارم وهي الساعد ألبو وهي المرفق هيومارز وهي العضد حاول حفظ هذه المصطلحات سنحتاجها في جميع الدروس في هذا الشابتر في هذا الدرس سنتكلم فقط عن تصوير الهند وسنبدأ بالمصطلحات الأساسية الخاصة بالهند أولا يجب أن نعرف أن الوجه الأمامي لليد يسمى الوجه الداخلي والوجه الخارجي يسمى دورسل أي الجانب الظهري من اليد وكما نرى فإن الهان تتألف من الميتا كاربولز وهناك خمسة من الميتا كاربولز تتصل بالأعلى مع الفينجرز الأصابع وكل فينجر تتألف من سلاسة فيلانجيس عدا إسمع الثامب فهو يتألف من اثنين من الفيلانجيس فقط وتتصل الميتا كاربولز من الأسفل مع الريست أما بالنسبة لأسماء الفينجرز فهي كالتالي الثامب وكما قلنا فإن كل فينجرز تتألف من ثلاثة فيلانجيس الفيلانجي البعيدة تسمى فيلانجيس ديستل والوسطى تسمى فيلانجيس ميدل والقريبة تسمى فيلانجيس بروكسيمال إصبع الثامب يتألف فقط من فيلانجيس ديستل وفيلانجيس بروكسيمال أولا كيف يجب أن يجلس المريض لنقوم بتصوير يده انظر إلى هذه الحالات هذه الوضعية خاطئة أما هذه الوضعية فهي صحيحة لماذا؟ الوضعية الأولى خاطئة لأن المريض يجلس والطرف السفلي لوارليمس تحت الطاولة وبالتالي ستتعرض قدمي المريض للأشعة وستتعرض أيضا الأعضاء التناسلية جونادس للأشعة أما الحالة الثانية فهي الوضعية الصحيحة حيث يكون المريض مرتاحا أثناء التصوير واللوارليمس والجونادس بعيدة عن حزمة الأشعة بما أن صورة اليد صغيرة فيمكن استخدام كاسيت صغير في حال كان هناك وضعية واحدة أما إذا كان هناك وضعيتين فيمكننا استخدام كاسيت كبير ونقسمه بالمنتصف ونصور كل وضعية بقسم الطريقة المثالية في تقسيم الكاسيت هي أولا يجب موازات حزمة الأشعة مع هوامش الكاسيت فهذا يعتبر خطأ يجب أن تكون بهذا الشكل مع ضبط الكوليميتر بحيث يغطي العضو المراد تصويره فقط دون تكبيره كثيرا لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة تعريض الأشعة فإذا أردنا أن نصور وضعيتين على نفس الكاسيت فنصغر الكوليميتر إلى نصف الكاسيت ونضع طبقة من الرصاص ليد على النصف الآخر ونقوم بالتصوير لم نتحدث من قبل على ما هو الكوليميتر سنتحدث عنه في نهاية هذا الدرس المهم الآن أن المريض يجب أن يكون مرتاحا في وضعية التصوير واليد ملامسة للكاسيت وبقية اليد منبسطة على الطاولة ويمكن استخدام أدوات التثبيت مثل الساند باكس الأكياس التي تحتوي على الرمل لتساعد المريض على السبات أثناء التصوير حسنا هذا بالنسبة لوضعية جلوس المريض سنتحدث عن وضعيات تصوير الهاند وهناك خمسة وضعيات положition لتصوير اليد الوضعية الأولى وهي posterior anterior الوضعية الثانية وهي anterior oblique الوضعية الثالثة وهي posterior anterior both hands الوضعية الرابعة وهي posterior oblique both hands والوضعية الخامسة والأخيرة وهي الر سنشرح هذه الوضعيات بشكل سهل ومبسط الوضعية الأولى وهي posterior anterior وهي أكثر الوضعيات التي تطلب في التصوير ويكون طلب التصوير بهذا الشكل Hand B.A.R أي Hand صورة لليد B.A. Posterior Anterior أي خلفية أمامية R يعني Right وهي اليد اليمنى أي صورة للهاند بوضعية Posterior Anterior لليد اليمنى Right أما إذا كانت بهذا الشكل Hand B.A.L أي صورة لليد اليسرى بوضعية Posterior Anterior تأخذ هذه الصورة في حال وجود كسر Fractures أو خلع وتبدل مكان أحد الأمشاط Dislocation of Meta Carpoles طريقة تصوير هذه الوضعية على الشكل التالي يجلس المريد إلى جانب طاولة التصوير واليد التي نريد تصويرها على الطاولة فإذا كان طلب التصوير لليد اليمنى يجلس المريد بهذا الشكل أما إذا كان طلب التصوير لليد اليسرى فيجلس المريد بهذا الشكل ويتم ثني الالبوه والمرفق وتضع الفورارم الساعد على الطاولة والجهة الداخلية لليد Palmar ملامسة للكاسيت الأصابع مفصولة عن بعضها وممدودة بوضعية الراحة حتى تكون ملامسة للكاسيت ومفصل الرئيس ملامس للطاولة وعزمتي الأولنا والراديوس موازيين للطاولة ويفضل وضع كيس سقيل من الرمل على نهاية الفورارم لتثبيت اليد ومنع حدوث حركة أما بالنسبة للتركيز الأشعة فنقطة الـ Central Ray مركزة على رأس المشط الثالث على الثيرد متاكاربل ولا ننسى وضع علامات تشير إلى أن هذا العضو هل هو Right أو Left باستخدام العلامة الرصاصية التي تحمل حرف R أو حرف L وهكذا أصبحت الوضعية جاهزة ونقوم بالتصوير يجب أن تكون الصورة بهذا الشكل جميع الفيلانجيس ظاهر على الصورة فمثلا هذه الصورة خاطئة لأن هناك انقطاع في الفيلانجيس الثالث ويجب أن تكون جميع الميتاكاربل واضحة أيضا المسافة بين الفيلانجيس واضحة والمسافة بين الفيلانجي والميتاكاربل أيضا يجب أن تكون واضحة ويظهر الـ Rest بشكل واضح ونهاية عظمتي الـ Radius والألنة ويجب أن تكون اليد بشكل مستقيم دون دوران أو ميلا هذه هي الوضعية الأولى أما الوضعية الثانية وهي Anterior Oblic نفس طريقة جلوس المريض ويده على الكاسيت ولكن هنا نقوم بتدوير اليد نحو الخارج Externally Rotate بزاوية 45 درجة مع تمديد الأصابع أما بالنسبة لمكان تركيز الأشعة أولا نقوم بتركيز Central Ray على رأس المشط الخامس ثم نميل حزمة الأشعة لتمر من رأس المشط الثالث Third Metacarpal ويفضل وضع وسادة صغيرة شفاف الأشعة تحت يد المريض ليحافظ على زاوية الميلان ونضع كيس من الرمل على الفورارم للثبات أثناء التصوير ونضع الإشارة التي تشير إلى الجهة وهكذا أصبحت الوضعية جاهزة ونقوم بالتصوير نحصل على صورة مماثلة لهذه الصورة يجب أن تكون الراديوس والأولنة والريست والفلانجيس والميتاكاربول جميعها وظاهرة في الصورة والمسافة بين الميتاكاربول الأول والميتاكاربول الثاني تكون بعيدة والميتاكاربول البقية متقاربة من بعضها وهذه هي وضعية الأنتيريور أوبليك الوضعية الثالثة وهي بوستيريو أنتيريور بوث هاندز وهي ذاتها الوضعية الأولى ولكن هنا بوث هاندز أي أننا نقوم بتصوير اليدين اليمنى واليسرى معا وتستخدم هذه الصورة عندما نريد أن نكشف عن مرض الروماتزم أو كما يسمى بالروماتويد ولمعرفة ما هو مرض الروماتزم سنتحدث عنه بشكل سريع جهاز المناعة في جسمنا وظيفته هو أن يحارب الإجسام الغريبة الضارة التي تدخل إلى جسمنا لكن أحيانا يحدث خلال في هذا الجهاز فيرى خلايا الجسم على أنها خلايا ضارة فيهاجمها ويبدأ بتدميرها وعندما يهاجم المفاصل سيقوم بتدميرها وستصبح بهذا الشكل لذلك نقوم بتصوير كلتاء اليدين فتظهر الصورة في حال وجود إصابة بهذا الشكل نعود لنكمل الحديث عن وضعية التصوير posterior anterior both hands من الأفضل أن يجلس المريض إلى جانب طاولة التصوير ولكن إذا كانت حالة المريض لا تسمح بالجلوس بهذه الوضعية فلا مشكلة إذا جلس المريض بشكل مواجه للطاولة مع الأخذ باحتياطات الحماية من الأشعة لقدمي المريض والعضاء التناسلية جونات ثم يمد المريض يديه ويضعهم على كاسية التصوير بشكل تكون فيه راحة اليد الوجه الداخلي لليد بالمر ملامس للكاسيت والأصابع ممدودة وملامسة للكاسيت ونحاول قدر الإمكان أن يكون الرست والأولنة والراديوس موازينة للكاسيت ولا ننسى وضع كيسين من الرمل فوق الفرارم الأيمن والأيسر حتى نخفف من حركة المريض أما بالنسبة لتركيز الأشعة فنركز الـ central ray على منتصف المسافة بين أصبعي الثامب بين الفلانجي الأيمن والفلانجي الأيسر ونحصل على صورة مماثلة لهذه الصورة يجب أن تكون الراديوس والأولنة والريست والفلانجيز والميتا كارول جميعها ظاهرة في الصورة وهذه هي وضعية البوستيريور أنتيريور بوث هاندز الوضعية الرامعة وهي بوستيريور أوبليك بوث هاندز وهي تسمى بوضعية البول كاتشر أي وضعية مسك الكرة كأن المريض يمسك كرة بيديه وهي تستخدم أيضا للكشف عن مرض الروماتزم روماتويد أما طريقة التصوير فيجلس المريض إلى جانب الطاولة وإذا كانت حالته لا تسمح بذلك فيجلس مواجها للطاولة مع الأخذ بحتياطات الحماية من الأشعة للساقين والأعضاء التنسلية جوناتز يضع المريض يديه على الكاسيت بوضعية سوبين أي على الجانب الظهري لليد فتكون الناحية الدورسل ملامسة للكاسيت وكلتاء اليدين نقوم بتدويرهما نحو الداخل أي Internal Rotation 45 درجة الأصابع مفصول عن بعضها وبوضعية الراحة ويمكن استخدام كيس الرمل Sandbox لتخفيف الحركة أما تركيز الأشعة فنركزها في منتصف المسافة بين اليدين على مستوى المفصل الذي يصل المشط بالأسبع الخامس Faith Metacarbo Phalangeal Joints Faith الخامس Metacarbo المشط Phalangeal Sulamie Joint مفصل أي أن تركيز الأشعة يكون على مستوى المفصل الذي يصل الميتا كاربول الخامس مع الفلانجي الخامس أي بهذا المستوى نقوم بالتصوير ويجب أن نحصل على صورة مماثلة لهذه الصورة جميع الفينغرز والفلانجيس والميتا كاربولز والسوفتشو التي تمثل الأنسج الرخوة والنهاية لعزمتي الراديوس والأولنا يجب أن تكون جميعها واضحة نصيحة شعاعية إذا كان لابد من أن يجلس المريض مواجها للطاولة فيفضل أن نضع طبقة من الرصاص فوق الطاولة تحت الكاسيت لتمتص حزمة الأشعة وتمنعها من الوصول إلى الطرف السفلي لورليمس والأعضاء التنسلية جوناتس الوضعية الخامسة والأخيرة وهي الوضعية الجانبية اللاتيرال قبل أن نتحدث عن الوضعية الجانبية نتحدث قنيلا عن موضوع مهم إذا فرضنا أننا نرى هذه الصورة تبدو كأن هناك إبري داخل إصبع المريض وكأنها داخل العظم ولكن إذا نظرنا إلى يد المريض بطريقة جانبية فنجد أن الإبري ليست داخل العظم وإنما هي داخل طبقة الجلد فقط لذلك لا يمكننا أن نعرف مكان الإبري من خلال صورة واحدة يجب أن نرى بجهة أخرى بشكل جانبي إذن أهمية هذه الصورة هي عندما نشك بوجود جسم أجنبي داخل اليد foreign body أي جسم أجنبي غريب أو عندما يكون هناك كسر والعظم متحرك من مكانه يجب أن نصور هذه الصورة بالوضعية اللاتيرال الجانبية طريقة تطبيق هذه الوضعية على الشكل التالي من وضعية posterior anterior نجعل المريض يقوم بدوران خارجي external rotation بزاوية 90 درجة فتصبح اليد عمودية على الكاسيت بهذا الشكل وعظمتي الأولنا والراديوس متطابقتين تركيز الأشعة عمودي على رأس الميتا كاربل الثاني نقوم بالتصوير ويجب أن نحصل على صورة تظهر فيها الفينجرز متراكبة وأصبع الثامب يظهر بشكل واضح وهذه هي وضعيات تصوير اليد وهي رغم بساطتها إلى أنها من المهم جدا أن يتم تطبيقها بالطريقة الصحيحة لأن أي خلال سيتسبب بتشخيص غاطئ وبالنسبة للإكسبوجر فاكتورز فمن الأفضل استخدام في جميع الحالات 60 كيلو فولت و 2 ماس معدأ الصورة الجانبية بسبب أن السماكة تصبح أكبر فنزيدها فتصبح تقريبا 65 كيلو فولت و 4 ماس إذن نقوم بمراجعة لوضعيات تصوير الهاند وهي هذا هو درس تصوير الهاند إذا كان هناك شيء غير واضح فاكتبه في التعليقات قلنا بأننا سنتحدث عن ما هو الكوليميتر في نهاية الدرس الكوليميتر وهو عبارة عن نافذة توضع تحت جهاز الأشعة وتحدد المساحة التي ستخرج منها الأشعة وهي عبارة عن صفائح رصاصية يمكن للفن أن يتحكم بها لضبط مساحة التصوير وهي مفيدة جدا لتقليل مساحة تعريض الأشعة مما يقلل من كمية الأشعة التي يتعرض لها المريض أثناء التصوير وتعريض فقط العضو المراد تصويره للأشعة فإذا كنا نريد تصوير اليد فقط فلا دعي لتعريض كامل الطرف العلوي للأشعة وإنما نقوم بتصغير الكوليميتر إلى حجم اليد فقط هذا هو درس اليوم وشكرا للمتابعة